بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشرف المرسلين سيدنا محمد عليها افضل الصلاة وادام التسليم. نلتقي معكم في خاطرة جديدة بعنوان حفة الهوية. في الحقيقة ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن اه تالت اشياء لهم علاقة بحفة الهوية. اه اعتبر نقدر نقول ان هم تلات انواع من اه الناس. يعني اتكلمنا قبل كده عن شخصية اه النمطية. وقلنا ان هي شخصية اه روتينية بتمشي بنظام اه محدد معين. سواء هي بتفرضوا على نفسها او بيفرضوا عليها ما اللي حواليهم. ودايما بيحبوا يمشوا في هذا النظام وما يحبوش ان هما يخلفوه ابدا. اه واذا خرجوا اه من هذا النظام اه بيصابوا بالارتباك والفشل. في بقى شخص طبعا نوع من اول نوع هنتكلم عنه في حفة الهوية هو اه المغامرين. ودول طبعا عكس تماما شخصية نمطية. ناس اه بتكره النظام وتكره الملل اه في حياتهم. ودايما بيحبوا انه كل يوم بيكون فيه شيء اه جديد اه بيعملوا اللي هم عايزينه في الوقت اللي هم عايزينه. وما بيحبوش ابدا التقيد بالاشياء اه ابدا. وطبعا زي ما احنا قلنا هما بيكرهوا اه الملل ودايما اه بتلاقيهم اه بيتحدوا انفسهم اه في اه مغامرات اه كبيرة اه سواء محسوبة او غير اه محسوبة احيانا. وطبعا هم عندهم بعض الصفات يعني بيحبوا دايما اه تسلق الجبال مسلا بيحبوا اه الغطس. اه بيحبوا الهبوط لاوضيع عميقة مسلا بيحبوا ان هما اه يزوروا اماكن جديدة. اه ما كشفوهاش قبل كده. اه بيحب يروحوا الغابات. بيحب يروحوا اه البر او البرية. اه بيحبهم ان هما دايما يشوفوا او يستكشفوا مسلا انواع حيوانات جديدة ما شفوهاش قبل كده. اه الى غير اداري. اه طبعا اه زي ما احنا قلنا ان المغامر اه بيحب يتحدى نفسه. يعني مسلا لو عمل رقم قياسي مسلا صعد الجبل مسلا بطول معين بيحب ان هو ينافس نفسه ويكسر رقمه اه القياسي بحيس يصعد الى حاجة اعلى. او اذا هبط الى وادي معين بيحب ان يهبط الى وادي اه اقل. اه بيحبوا طبعا الصيد وبيحبوا المغامرة بيحبوا التغيير. اه دي دايما صفاتهم اه الحقيقة. وطبعا بعد ما بيتحدوا انفسهم احيانا طبعا بيخشوا فيه مصابقات وحاجات بيتحدوا فيها الاخرين. اه وزي ما احنا قلنا دايما حياتهم اه متحركة وديناميك. لكن طبعا اه ده احيانا بيعرضهم للخطر اه اذا طبعا كانت مغامراتهم غير محسوبة واحيانا الايجر اللي عندهم او الدافع اللي عندهم اه ليه المغامرة احيانا بيبقى اكبر بكتير من ان هما يحسبوا اه الخطر او يحسبوا قدراتهم على فعل الشيء اه من عدمه. وده احيانا بيعرضهم اه للخطر سواء هما او الا حوالي. النوع التاني من الناس اللي احنا اه زي نتكلم عنهم بخصوص حفد الهوية. اه ممكن نسميه المدير حفد الهوية يعني. هو طبعا اه بيبقى عنده قناعة شخصية هذا الشخص المدير في العمل. انه هو اه الناس عموما مش بتوع شغل. الناس مش هايزين يشتغلوا. هو الوحيد اللي حريص على العمل. وبالتالي اه بيضغط على الموظفين بتوعه او الناس اللي بتشتغل معاه. اه بحيث ان هو يطلع منهم اقصى شيء يقدروا يقدموه. وطبعا بيبالغ تماما في الضغط عليهم وفي انتقادهم وفي توجهاته ليهم. اه ممكن نقول ان هو بيقدر ياخد منهم اه يعني اقصى شيء ده المدة بسيطة. لكن بعد كده بيبدأوا اه يفشلوا يجهدوا اه وطبعا بيبقى مجهودهم كله رايح في التوتر والقلق اه منه. اه وبالتالي اه بعد فترة اه بيفشل اه الموضوع ده وما بيقدروش ان هما يكملوا. سواء بقى بيظهر كفشل في العمل او ان الناس نفسها اه بتكره العمل اللي هي شغالة فيه فبتتركه. وبالتالي اه بعد فترة اه بيخسر ياما مجهود الناس اللي هو كان عايز ياخده كله ده. اه اه او ان هو بيخسر الناس اه انفسهم اللي كانوا شغالين مع النوع التالت من الناس اللي برضو ليهم ارتباط بحافية الهوية في الحقيقة هم ما نقدر نقول عليهم الناس اه اللي هو العزو بالله سواء بقى بادراكهم او بغير ادراكهم اه بيتحدوا الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى اه في الدنيا دي عمل لنا اه نظام نمشي عليه. وقال لنا ان في حاجات محرمات وفي حاجات مباحات. تمام? وفي حاجات ما بينهم اه متشابهات. اه هؤلاء الناس طبعا ما بيحبوش برضو الالتزام بالدين. تمام? وبيحب ان هم يعملوا اللي هم في اتمخهم وبيعجبهم. وبالتالي بيقعوا في الشوهات بشكل كبير جدا وبشكل كثير جدا. وطبعا بيعملوا احيانا بعض المحرمات الواضحة الصريحة. مثل شرب الخمر مثل الزنا مثل الحاجات دي. تمام? اه وما بيقدرواش ان هم يمنعوا انفسهم عنها. اه كل هؤلاء نقدر نسميهم عصاء. لكن المشكلة انه في البعض منهم يعني بيبالغ في هذه الامر لدرجة انه هو اه يعني يكفر بالله سبحانه وتعالى او يتحدى. وانه هو يقول خلاص انا هعمل اللي انا عايزه وانشوف وليازه بلا ربنا حيامل فيها ايه يعني? اه طبعا هذا الشخص خطير جدا. اه لانه اه في الحقيقة لا يؤتمن على اي شيء. تمام? ازا كان هو اه تحدى الله سبحانه وتعالى ولم يخاف الله سبحانه وتعالى. فهذا الانسان الناس كلها بتبقى خايفة منه او الان منه. لانه اه شخص اه يعني لا يرى اي شيء وممكن اه يرتكب اي فحشة ويرتكب اي شيء اه ممكن اه يعني يئز بها اه الناس الحواليه. عشان كده دايما احنا اه بندعي ان ربنا لا تحكم فينا من لا يخافك ولا يرحمنا. فهو ده الشخص ده. يعني الشخص لا بيخاف من ربنا. وفي نفس الوقت برضو بيتمتع بنفس صفات المدير الحافظ الهوية. يعني بيضغط الناس اللي حواليه بحيث ان هو ياخد مصلحته فقط اللي هو عاوزها وبالتالي بيبقى خطر كبير جدا على نفسه وعلى اللي حواليه وعلى اللي شغالين معاه الى غير غيره. وطبعا الاعتدال في كل الامور هو خير الشيء يعني. يعني كنت يعني لا تبقى شخصية نمطية صرفة اه ولا تبقى شخصية مغامرة على درجة انك انت اتعرض نفسك للخطر. اه ما تبقاش مسلا شخص كسول او متواكل تمام? وفي نفس الوقت ما تبقاش انسان اه زي ما احنا قلنا مغامر او تقدر بتأذي نفسك واللي حواليك بمغامرات غير محسوبة وبتعمل حاجات اه خارقة اه لي اه لزفاتك انت فبتعرض نفسك وتعرض لحواليك اه ليه الخطر. اه وبالنسبة طبعا ليه الادارة في العمل وكده فانت لا منك انك انت تسيب الناس اه تعمل اللي هي عايزة وخلاص وتبقى مش متحكم في اي شيء. اه ولا في نفس الوقت انك انت تضغطهم لدرجة انهم اه يكرهوا العمل ويفشلوا اه في عملهم. اما طبعا في خصوص النوة التالت من الناس فهو انك انت لازم تكون متبع ملتزم بدينك وتعرف ان ده هو اللي ربنا سبحانه وتعالى اه عمله لك فهو ده اه اللي في اه مصلحتك وما ينفعش ابدا انك انت لا اه ترسى ربنا سبحانه وتعالى طبعا قدر الامكان وفي نفس الوقت مستحى انك يجب ابدا انك انت تبعد عن الدخول في تحدي مع الله سبحانه وتعالى لانك انت اه انت اكيد خسران خسران وبتيزي نفسك وبتيزي اللي حواليك وبتبقى خسرت الدنيا اه الاخيرة. ارجو ان شاء الله ان اه خاطرة انهارت تكون افادتكم. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.